هذا البرنامج برعاية زين أهلا بكم إلى جلسة الأعمال من سي أم بي سي عربية أنا الطيب عبد المايد هذه أبرز الأجندة على الطاولة لهذا المساء روسيا توقف إمدادات الغاز لأوكرانيا بسبب التقلف عن السداد السعودية تدرس خفض دعم الطاقة والمياه لوكويل تنوي جمع 800 مليون دولار وخفض استثماراتها في 2016 أما الصين فتهدف الاستثمار أكثر من تريليون دولار في الخارج في خمس سنوات قال ولي ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إن السعودية قد تخفض دعم الطاقة والمياه للمواطنين الأغنياء وتفرض ضريبة للقيمة المضافة ورسوما على المنتجات المضرة بالصحة مثل التبغ والمشروبات السكرية وجدد تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية المتوقعة في الأعوام المقبلة يدد التفكير في إصلاحات بالمملكة بهدف تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاحتماد على دخل الخامة تم توقيع شركة سعودية روسية برأس مال يبلغ عشرة ملايين دولار تحت مسمى سعودي انتر ارو وهي متخصصة ببناء المحطات الكهربائية ومحطات النقل وشبكات التوزيع وشركة انتر ارو القابضة هي شركة شبه حكومية متخصصة في بناء المحطات الكهربائية مسجلة في هيئة سوق المال الروسية وتم توقيع الاتفاقية على تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية وستعمل على المشاركة في المشاريع الحكومية عن طريق المناقصات او بشكل البي او تي معي الدكتور شادي عادل المستشار الخاص الامير عبدالله بن فهد السعود للحديث عن هذه التفاصيل دعني ارحب بك معنا في هذا البرنامج ونود مزيد من التفاصيل حول هذه الشركة حيك الله نعم دكتور شادي نعم الله حيك نودى تفاصيل اكثر عن هذه الشركة الروسية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم الشركة تعتبر شركة استثمارية مختلفة خمسين بالمئة من الطرف الروسي خمسين بالمئة من الطرف السعودي يرأسها من الطرف السعودي الامير عبدالله بن فهد بن جلوي ويرأسها من الطرف الروسي السيد يوري بلاديمل شارون ستكون تحت مسمى سعودي انتر راو رأس مال الشركة عشرة مليون دولار كتأسيس في الفترة الاولى وسنقوم برفع رأس المال ان شاء الله نعم ما هي المجالات التي من المفترض ان تعمل فيها هذه الشركة سندخل ان شاء الله في مشاريع بناء المحطات الكهربائية وتوليد الطاقة تعتبر شركة انتر راو القابضة من الشركات المصدرة للطاقة بغض النظر عن البناء المصدرة للطاقة لعدد من الدول الاوروبية ومن دول الاتحاد السوفيت السابق سندخل في مشاريع البناء بناء المحطات بناء الـ power station stop station عملية النقل سنوقع عقود مع المهندسين الشعوديين في المنطقة العربية الشعودية على أساس رفع الكفاءات ستكون في دورات في الخارج في روسيا طبعا شركة انتر راو من المصنعين برضو المولدات الكهربائية نقوم على تدريب الكوادر السعودية على أساس أن يكون لهم في عمليات الصناعة هذا بعيدا عن عمليات البناء نعم أنا أشكرك الدكتور شادي عادل أبو زيد المستشار الخاص للأمير عبد الله بن فهد بن جلوي السعود شكرا جزيلا لك قال رئيس شركة الفرار للكهرباء السعودية عبد السلام المطلق أن عملية الغشة التجاري تشهد انتشارا كبيرا في المملكة وتسببت بخسائر كبيرة للشركة وأضاف أن الهدف من إقامة ورشة عمل للتوعية من مخاطر هذه الظاهرة والحد منها بالتعاون مع الجهات المختصة عملية الغشة التجاري أنا أعتقد لها تشعوبات كبيرة جدا يعني هي ليست فقط مسألة طبعا حنا كشركة خسائرنا جدا كبيرة ولكن أيضا هناك خسائر نوعية بمعنى أن الغشة التجاري ممكن يقطع على شركة بكاملها لأن الغشة التجاري يؤثر على المنتج على المنتجات المحلية خصوصا بشكل نوعي لأن المستهلك لا يعرف عن اخطاره خصوصا في المواد الكعربائية المواد الكعربائية ممكن أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح مثلا وهذه لا يمكن أن تقدر كمياتها بالمبالغ أو بالأموال وهناك يعني في المملكة العربية السعودية في حوادث كبيرة جدا وكل يوم نقرأ في الجرائد على حوادث التي تحصل والحرائق التي تحصل وحوادث يعني غريبة ومن كافة الأشكال الهدف من هذه الورشة هو جمع الجهات المختصة في عملية مكافحة الغشة التجاري وهي الجمارك والمواصفات السعودية والجهات الأخرى ووزارة التجارة وأيضا مدينة الملك عبد العزيز وطبعا عند اجتماع هذه الجهات كلها مختصة في مكافحة الغشة التجاري والهدف هو تبادل الآراء وإيجاب طرق جديدة وتبادل الخبرات وأيضا دعينا من بعض الجهات الأخرى التي هي في دولة الإمارات العربية وجهات أخرى أيضا كلها تشارك في هذه العملية إن شاء الله منح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني شركة نسمة السعودية للطيران رخصة مشغل وطني واختيار مطار حائل مركزا رئيسيا لأعمال الشركة والتي ستعمل على تنفيذ مشروع وطني لربط مناطق المملكة انطلاقا من مطار حائل كأول مطار محوري في السعودية جاء ذلك ضمن مشروع وطني للمطارات المحورية الذي تنفذه الهيئة العامة للطيران المدني وذلك لدعم الخطوط التي تنخفض بها الحركة الجوية وإيجاد حلول عملية مناسبة لتوفير خدمات النقل الجوي لكافة أرجاء السعودية أتابع ذلك مع الكابتن عبيدان الزامل الرئيس التنفيذي لشركة نسمة للطيران السعودية كابتن عبيدان بس الخير وأنا شاكل لوجودك معنا بدءا حدثني عن امتيازات هذه الرخصة الامتيازات هذه الرخصة كثيرة منها خدمة المنطقة الشمالية ومن مواطن ومن مقيم هذه المميزة الرئيسية في هذه الرخصة نعم الجهات المختصة أطلقت برنامج وطني للمطارات المحورية ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن حايل سوف تكون مطار محوري لخدمة جميع المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية لأجعل المواطن المشاهد فكرة أوضح الراكب في منطقة القريات أو منطقة عرعر يريد أن يذهب إلى تابوك هي جد صعوبة يجب أن يذهب إلى الهياض وجدة لكي يذهب إلى المنطقة الذي يرغبها لكن الآن أنا أوفر له بمنطقة مركزية في حال أجمع ركاب جميع المناطق وتذهب إلى المنطقة المرغوب فيها نعم جيد هذه خدمة تسهيل الكثير إذا حدثني عن استعداداتكم الخاصة أنتم في شركة نصمة للطيران السعودية لهذه الخطوة الجديدة والخطوات الخطوة الأولى كانت موضوع الطائرات وتم التعاقد مع شركة اي تي ار شركة فرنسية أربع طائرات اي تي ار هذا الخطوة الأولى الخطوة الثانية ستكون طائرتين ايربس للخطوة الثانية إن شاء الله من الخطوات التعاقد مع مجموعة من الفنيين المدربين لخصوص هذه الطائرة نعم كابتن عبيدان أخيرا متى من المتوقع أن يبدأ العمل بهذا البرنامج والله نتوقع كما صرح رئيس هي الطيران المدني بأواخ الربع الأول من 2016 نتمنى نعم نتمنى لكم التوفيق الكابتن عبيدان الزامل الرئيس التنفيذي لشركة نصمة للطيران السعودية شكرا جزيلا لك لازلتم تتابعون جلسة الأعمال من سي ام بي سي عربية فيها بعض الفاصل الإمارات وقطر تضخان عشرة مليارات دولار في الاستثمارات الخارجية أما الآن فإلى قطاع الطاقة تنوي شركة لك أويل الروسية المنتجة للنفط جمع ما بين 600 إلى 800 مليون دولار في 2016 كما تعتزم الشركة أيضا خفض استثماراتها في 2016 بين 12 و14 بالمئة عن مستواها هذا العام وكانت لك أويل قد أعلنت أنها تخطط لخفض استثماراتها في 2015 إلى 12.5 مليار دولار من 15.4 مليار دولار في 2014 تم إنجاز أحد عشرة في المئة من الأعمال الإنشائية في مصفات جازان التابعة لأرامكو السعودية ومن المتوقع بدء تشغيلها في نهاية 2017 والانتهاء من المشروع في أغسطس 2018 وستعالي المصفات حال تشغيلها بالكامل ما يزد على 400 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل والمتوسط لإنتاج البنزين والديزل ذي المحتوى الكبريتي فائق الإنخفاض ومادتي البنزين والبرازيلين الكيميائيتين وقع شركاء في حقل غاز لوثيان الإسرائيلي اتفاقا مبدئيا لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خط أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شفه جزيرة سيناء وبموجب الاتفاق سيزوت حقل لوثيان الذي من المتوقع يبدأ الإنتاج بحلول 2019 2020 شركة دولف نيوز القابضة المصرية بما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب تتراوح بين 10 إلى 15 عاما أعلنت شركة جازبروم الروسية أن روسيا أوقفت إمدادات الغاز إلى أوكرانيا بسبب تخلفها عن الدفع ما يثير مخاطر كبرى من حصول خلل في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا وقالت جازبروم أن شركة نفتو غاز الأوكرانية استخدمت كل الغاز الذي دفعت كلفته ولم يتم تسجد أي دفعة جديدة وبالتالي أوضحت المجموعة الروسية أنها أوقفت تسليم الغاز في انتظار الدفعة الجديدة ضخت كل من الإمارات وقطر 5 مليارات و240 مليار دولار و4 مليارات و540 مليون دولار على التوالي نحو الاستثمارات الخارجية المباشرة في العقارات العالمية خلال النصف الأول من 2015 بحسب شركة CBRE الشرق الأوسط وعززت الصفقات الكبيرة التي قامت بها صناديق الثروة السيادية من النشاط الاستثماري وأدت إلى تنامي قاعدة المستثمرين وتوسعت استراتيجيتهم الاستثمارية لتسمل مزيدا من النطقات الجغرافية والقطاعات وجذبت أسواق العقارات العالمية استثمارات تجاوزت قيمتها الأربعمائة وسبعة مليارات دولار خلال النصف الأول من 2015 وهي الأعلى منذ العام 2007 وتمثل زيادة قدرها 14% عن أداء ذات الفترة من العام 2014 رحب بضيفي هنا في الاستوديو سيد مافي جرين رئيس قسم الأبحاث والاستشارات للشرق الأوسط في CBRE اسمح لي أن نرحب بك معنا في هذا اللقاء ودعنا معك نقرأ اتجاهات هذه الاستثمارات بتفاصيل أكثر بعض التوجهات الأساسية التي رأيناها في النصف الأول من 2015 الزيادة الطبيعية في رأس المال الخارج من الشرق الأوسط وتحديدا من قطر والإمارات رأس المال هذا كان نشطا وتحديدا في قطاع الضيافة طبعا كانت هناك صفقتان كبيرتان أضافت خمسة مليارات إلى بما في ذلك محفظة من الفنادق في آسيا وأيضا محفظة من الفنادق في أوروبا وهذا كان واحدا من التوجهات الأساسية التي رأيناها كما كان هناك استمرار في الاستثمارات في الأسواق الأساسية مثل لندن 20% من رأس المال الشرق أوسط ذهب إلى لندن وكذلك هونغ كونغ كانت من الوجهات التي شهدت زيادة في توجه إليها في النصف الأول من هذا العام وهذا الأمر الناجم عن الاستثمار في محفظة الفنادق التي رأيناها هذا الاستثمار وهذا التوجه يعدل أعلى منذ العام 2007 إلى أي مدى يعني ذلك بأن تراجع أسعار النفط مثلا أو العوامل الأخرى لم تؤثر في هذا الاتجاه يجب أن ننظر إلى الوضع الحالي موازنة هذا العام وضعت عندما كانت أسعار نفط والعام الماضي تقريبا مرتفعة وبالتالي في النصف الثاني من العام رأينا التراجع في أسعار النفط والكثير من القدرة الإنفاقية كانت موجودة قد نبدأ برؤية بعض الصناديق السيادية تتراجع في العام المقبل لكن برأينا الاستثمارات العالمية سوف تزداد وهذا الأمر رأيناه حتى الآن في النصف الأول من هذا العام ونتوقع لنصف الثاني من 2015 أن يشهد تواجوا مشابيا وكذلك في 2016 وهناك عامل آخر مهم هو العملات فنحن لدينا عملات مرتبطة بالدولار الأمريكي واقتصادات مرتبطة بالدولار الأمريكي مثل قطر والإمارات شهدت زيادة في قيمة عملات مرتبطة مقوى الدولار الأمريكي وهذا الأمر أيضا رأى في النصف الثاني من العام التقرير تقريركم يرصد أحيانا تجاوز هذه الاستثمارات للأسواق الرئيسية الكلاسيكية المحتادة إلى أسواق ثانوية أخرى ما هي هذه الأسواق وكيف تقرؤون هذا التوجه نحن نرى اهتماما أكبر بالأسواق الثانوية هناك اهتماما متزايدا بجنوب أوروبا وكذلك المزيد من رؤوس الأموال التي تدفق إلى آسيا وإلى أجزاء من أمريكا الجنوبية يبدو أن هناك ليس ابتعاد ضرورة عن الأسواق الأساسية ولكن هناك رغبة في تنويع المحافظ والتنويع تحديدا بخصوص المواقع وكذلك فئات الأصول أيضا إذن على المستوى العالمي رأينا تحركا بالابتعاد وطفيف عن المكاتب التجارية في الأسواق الأساسية والتوجه نحو استثمارات أخرى ونحو أيضا الاستثمار في قطاع الضيافة حيث أن ايديا اشترت في ميامي بيتش هيئة أبوظبي للاستثمار أقصد تحركت نحو قطاع الضيافة وأيضا جهاز هناك شراء للفنادق في إيطاليا وهناك رغبة من المنطقة في التنوع والتنوع بشكل أكبر في قطاع الضيافة هل يعني ذلك أن قطاع الضيافة استأثر بالنسبة الرئيسية من هذه العقارات وإذا كانت سمت هناك شرائح عقارية ما هي طبعا خلال سنوات الخمس أو ستة أو العشر الماضية ومنذ العام 2007 وحتى العام 2015 رأينا زيادة في الطلب على قطاع الضيافة من 6% إلى 11% إذن الرقم أو نسبة لازالت صغيرة نسبية من نسبة الاستثمارات العالمية لكن هناك توجه نحو زيادة مخصصات قطاع الضيافة وهذه زيادة كبيرة من المنطقة نتيجة الاعتمام بقطاع الضيافة هل هذه الاستثمارات مباشرة من الصناديق السيادية أم صناديق استثمارية أخرى في هذه الدول صناديق السيادية لها حصة كبيرة في المنطقة لكن هي تشكل 50% ربما من حجم الاستثمارات الصادرة من المنطقة هناك كثير من الأموال الخاصة التي تزيد الاستثمارات وتحديدا طريقة عمل الصناديق السيادية الكثير من أموالها تأتي من النفط وإرادات النفط وبالتالي بما أن هذه الإرادات سوف تتراجع فإن الأموال الخاصة وشركات العائلية تملأ الفجوة الناجمة مع تراجع السمارات الصناديق السيادية في النصف الأول من العام كانت صفقتان كبيرتان بخمسة مليارات من أصل 11 مليار وبالتالي هتان الصفقتان تؤثران على النسب لكن إذا استبعدنا هتين الصفقتين نجد بأن جزءا كبيرا من الأموال المتبقية جاء من أموال خاصة وموال عائلية نعم إذن في النهاية هل تتوقع أن يستمر هذا التوجه بذات الوتيرة أم أن العوامل الأخرى ستلعب دور ربما في الفترة المقبلة زيادة أو نقصان لهذه الاستثمارات معدلات الفائدة أمر أساسي ويأثر على الاستثمارات في العالم الجميع يراقب بشكل وثيق الاحتياط الفدرالي وما سيفعلون لأنه إذا رفع الاحتياط الفدرالي الفائدة فنحن نعلم بأن المملكة المتحدة والأسواق العالمية الأخرى سوف تسير على خطاه وهذا الأمر سي ترك تبعات محتملة الجميع يراقب الصين وما يحصل في الاقتصاد الصيني هذا الأمر يؤثر على الجميع في العالم بسبب الهيمنة أو بما أن الصين أيضا تستورد كثير من المعادن والسلاع وأيضا الناس يراقبون أسعار العملة وتأثير الرفع الفائدة على العملات مستقبلا سيد ماثيو رئيس خسم الأبحاث والاستشارات للشرق الأوسط في شركة CBRE شكرا لوجودك معنا في البرنامج قال الرئيس تنفيذ لشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي إن دول العالم بما فيها الدول المجاورة عملت على خصخصة معظم المشاريع والملكيات الحكومية بهدف رفع كفاءة دور القطاع الخاص مضيفا على هامش نذوة التوقعات الاقتصادية والاستثمارية لعام 2016 أن حجم المحفظة الوطنية العاملة في سوق الكويت الأوراق المالية الحالي يبلغ 500 مليون دينار برنامج واحد خصخصة أعتقد راح يترك أثر كبير في الاقتصاد الوطني راح يترك نتاجها راح يصير يعني متسارعة ولكن مقاعد نشوف شيء قطاعات الخصخصة كثيرة موجودة بلد عدها يعني ممكن نحن آخر دولة من الدول النامية ولا النايمة أي أن كانت في خصخصة القطاعات الحكومية الموجودة تطلع بالشارع تتخصص أي شيء تتخصص محطات الكهرباء تتخصص الطرق تتخصص المرافق الجمار ينامي تعالى يعني الآن دول قريبة منها حتى المرور خصص وحتى المخالفات المرورية بالإمكان مشرطة شركات قطاع خاص تتولى هذه العملية وصار فيها عملية تنظيمية أكثر الجابة ما في قرار ما في قرار يعني قضية قرار لأكثر الأقل محتاجة إلى قرار ودائما الإنسان يتخذ قرار ما في قرار كامل على وجه هذه الأرض كل قرار في جوانب إيجابية وسلبية ولكن محتاجة يتخذ قرار ويستمر في القرار الرغم من السلبيات التي تعترض هذا القرار يستمر فيه وراح نشوف نتائجه طبعا هذا أساسي هذه أسرع عملية هي ما هي خص خصة لكن طرح الشركات تملك فيها الحكومة للقطاع الخاص هذه أسرع عملية ما تحتاج إلى قوانين ولا تحتاج إلى تشريعات تحتاج إلى قرار استثماري بأن أطرح هذه الشركات للقطاع الخاص والشعب الكويت يتولاها الفواد كثيرة منها أول شيء بتعادل السلطة الحكومية عنها أثنين سرعة اتخاذ القرار في المشاريع ثلاثة الاستفادة حق المواطنيين فيها الكل يستفيد النقطة الأخرى المهمة العكاسة على سوق نرجع مرة ثانية الموضوع يحتاج إلى قرار وشجاع في اتخاذ هذا القرار والاستمرار فيه ويترك دائما في أي قرار في أي بلد تجد المؤيد والمعارض وقد يكون المعارض أشد صوتا وعلى صوتا من المؤيد ولكن ليس بالضرورة وعلى حقيقة ولا على صح لا نخلي هذه الأمور ورانا ننطلق ونتحمل إيجابياتها وسلبياتها صاحب القرار عندما يتخذ وينصوا إلى هذا المنصب يتحمل إيجابياتها وسلبياتها في نتائج هذا القرار من المرجح أن تستثمر الصين أكثر من تريليون دولار في الخارج وأن تستورد سلعا تزيد قيمتها عن عشرة تريليونات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة وقد تساعد الصين في تقديم شروط تمويل أكثر مرونة لتلك الدول لتطوير بنيتها التحتية ما دامت تستخدم معدات ومنتجات صينية وتستطلع الصين إمكانية إقامة مؤسسة مالية متعددة الأطراف مع دول وسط وشرق أوروبا وأيضا صندوق مشترك سيكون مقوما بالليوان الصيني أشكر حزن متابعتكم لهذه الجولة في هذا البرنامج تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج تقبلوا تحيات منتج هذه الجولة علي فتوح مخرجها سلمان زين الدين إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية زين ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا